اهلا بكم متابعة تليفزيون اليوم السابع تخطية جديدة هندردش فيها عن قصص وكواليس وحكايات مسلسل اختيار اثنين عرض مسلسل اختيار اثنين تفاصيل خيانة ضابط المرور محمد عويس لأصدقاءه تقديمه معلومات عنهم للعناصر الارهابية لتنفيذ عمليات ارهابية لاختيالهم وعرضت الحلقة 13 لخزة وتفاصيل الابض على هذا الضابط الخائن ويستعرض تليفزيون اليوم السابع تفاصيل اعترافات الضابط الخائن بنفسه في تحقيقات نيابة العامة قبل احالته لمحكمة الجنيات للمحاكمة واللي كان بيحمل رقم 43 في امر احالة القضية الشهيرة بانصار بيت المقدس محمد محمد اعويس محمد كان مكنة باسم ابو عبد الرحمن وسط عناصر تنظيم انصار بيت المقدس ودي كانت القاب يطلقوها على بعض عشان محدش يقدر يتعرف عليهم ولا تقدر الاجهزة الامنية ترصد تحركتهم الضابط الخائن محمد عويس والمتهم بالابلاغ عن تحركات البطل الشهيد محمد مبروك ضابط الامن الوطني اللي تم اغتياله قال في تصريحات تحقيقات قضية انصار بيت المقدس انه تلقى دعوة من تامر احمد عصمة العزيزي عضو تنظيم انصار بيت المقدس لحضور دروس دينية حول تطبيق الشريعة الاسلامية واحكمها وخلال حضوره الدروس دي تعرف خلالها على محمد باكر هارون قائد التنظيم واللي كان سبق اعتقاله كان باكر هارون وتامر العزيزي بيعتنقوا الافكار التكفرية اللي ابتدعوا الى تكفير الحاكم والعاملين بسلطات الدولة قال كمان محمد عويس ان الاثنين حاولوا استقطابوا لاعتناق الفكر التكفيري وانه في الفترة من شهر اغسطس 2011 والحد شهر فبراير 2012 واثناء عملوا رئيسا لوحدة مرور الاجرة بمرور السلام اتصل بيه تامر العزيزي وقال له ان محمد باكر هارون عايز يقابل وبالفعل قابل محمد باكر هارون وعرض عليه مبالغ مالية مقابل اصطناعه اوراق لسيارة ازمع تهربها من دولة ليبيا مبررا فعله ده بعدم مخالفة التهريب الجمركي لاحكام الشريعة الاسلامية لكنه رفض قال كمان انه في شهر ديسمبر 2012 اتصل بيه الارهابي تامر العزيزي ولما قابله كان معاه الارهابي محمد باكر هارون اللي كشف ليه انه بيقوم بجمع بيانات ومعلومات عن اسماء ضباط جهاز امن الدولة واللي شغالين فيه وطلب منه انه هو يدلي ليه بمعلومات عنهم وعرض الارهابي محمد باكر هارون عليه في الوقت ده حوالي سبع صور على هاتفه المحمول لضباط وطلب منه الادلاء بالبيانات الخاصة بهم كشف كمان الخائن محمد عويس في اعترافاته في التحقيقات انه عمل اضافها للارهابي محمد باكر هارون على الفيسبوك وبعد ما بقوا اصدقاء عرض عليه الارهابي باكر هارون صورة كان نشرها الخائن محمد عويس على حسابه جماعته هو واخرين منهم كان الشهيد محمد مبروك وطالب الارهابي باكر هارون امدادوا بالمعلومات عنهم وبيان من سبق عمله بجهاز مباحث امن الدولة اعترف الخائن محمد عويس في التحقيقات وقال ان طبيعة عمله بجهة المرور بيكون متاح للاطلاع على بيانات السيارات المسجلة باسماءهم وعناوينهم وارقامهم كمان القومية ايا كانت جهة ترخيص السيارة ايه وكمان الاطلاع على بيانات رخص القيادة وعشان كده طلب منه الارهابي محمد باكر هارون الاستعلام عن بيانات سيارة ولما كشف عليها وتبين انها مملوكة لمسيحية وان كمان الارهابي حضر تقريبا لمكتبه بوحدة المرور مقر عمله مرتين واعد في مرة منهم في المكتب اللي وحده حوالي نص ساعة مسلسل اختيار كمان عرض في نهاية الحلقة صورة الضابط الخائن محمد عويس ببدة الاعدام الحمراء وده بعد صدور حكم من محكمة الجنايات باعدام الضابط الخائن ومعاه كمان حوالي 36 متهم من عناصر التنظيم الارهابي لاتهمهم بارتكاب عدد من العمليات الارهابية ومن بينهم اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك بمنتهى البساطة نهاية متوقعة لكل خائن خان هذا الوطن بشكركم على متابعتنا متابعة تليفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء